السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير شثير من الأخوة يسألوني يا أبو صالح إحنا إذا بدنا نزرع نبتة قوية ومنظرها جميل وتتحمل عطش وتتحمل جميع تقلبات الطقص شنو تنصحنا؟ أنا أنصحكم بزراعة الجازانية وطريقة تكاثرها سهلة جدا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة رح أنزل لكم فيديو وعلمكم طريقة تكاثرها هذه النبتة بي منها ألوان عديدة بي اللون الأبيض اللون الأحمر ألوانها كثيرة وأيضا شكل الوردة يختلف وطريقة تكاثرها إن شاء الله بكرة رح نزل لكم فيديو وعلمكم طريقة تكاثرها بكل سهولة وجميع النباتات والزهور تتكاثر من خلال العقل وأيضا تتكاثر من خلال البذور لكن أصحاب المشاتل وأصحاب الخبرة جميع مزروعاتهم يخلونها تتكاثر من خلال العقل ليش؟ لأن هذا أسهل وأضمن وأسرع لهم بالنسبة لزراعة الزهور إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته